طبعا كما جاء في تقريركم الوزين أنه يجب نأخذ المشهد من دائرة أوسعة حتى نرى ماذا يحصل الضربات في سوريا اليوم هي كانت رسالة لإيران بأن الاتفاق النووي إن تم التوقيع عليه لن يسمح لها بأن تكمل ما تسميه بمحور المقاومة وهو جزء من مشروع الصين العملاغ المعروف باسم حزام وطريق لضبط الأداء من أفغانستان حتى لبنان لصالح الصين والآن الجيش الأمريكي يقطع أي محاولات مستقبلية بدءا من المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق وطبعا لا ننسى أن ما يحصل الآن في العراق من خلال لعبة تقسيم أدوار بين مقتدى الصدر والإطار لتفادي سقوط عملية المحاصصة والعملية السياسية الفاشلة في العراق من خلال أن مقتدى الصدر وجماعته يلعبون دور الشرطة الجيد والإطار يلعب دور الشرطة السيئ حتى يمنعون أي تغيير حقيقي في العراق لهذا السبب في الحال الحاضر الجيش الأمريكي لم يبادر على توجيه ضربة داخل العراق لمنع المزيد من التصعيد داخل العراق في هذه الظروف وأنا أتوقع إن تم التوقيع على الاتفاق النووي سنشهد تصعيد أكبر داخل العراق وكذلك حتى أفغانستان وشمال إيران في أذربيجان بين أذربيجان وأرمينيا وإيران وكذلك أسباكستان وفعلا الآن هناك تصعيد على الحدود الأسباكية الأفغانية بالقرب من الحدود الإيرانية كل هذا المشهد هو مشهد واحد سيؤثر عليه أي توافق مع إيران والحديث عن نهاية هذا العام أن يتم التوقيع على توافق محتمل مع إيران حول ملفها النووي وطبعا الملف النووي هو ذريعة للتوافقات أوسع بين القوى العظمى وأيضا مع إيران فهذه الرهاصات التي الآن نشهدها هي بداية لتصعيد مستقبل قادم لن يقتصر على العراق وسوريا وحتى قد يتوسع باتجاه لبنان لأنه نفس النظام المحاصصة موجود في لبنان وطبعا هو أقدم نظام محاصصة في المنطقة والآن الذي نشهده في العراق هو نظام محاصصة مماثل للنظام المحاصصة في لبنان والنقطة الأخرى أي توافق مع إيران تم استثناء الحرص الثوري منه مما يعني تم استثناء أذرع الحرص الثوري في العراق أي جماعة مقتدى الصدر جماعة هاد العامري جماعة المالكي وكل الميليشيات في العراق سيتم استثناءها من هذا التوافق أي ستصبح هدفا مستقبليا اقتصاديا وعسكريا إن خرجوا عن النطاق المتفق عليه سيتم توجيه ضربات إليهم وطبعا هم الآن قد خرجوا فعلا لأن العملية السياسية في العراق قد ذهبت بعيدا باتجاه عقد صفقات مع الصين مما يعني أن العملية السياسية في العراق بدأت تهدد المصالح الأمريكية مباشرة لأن الولايات المتحدة تعتبر الصين الخطر الأول على أمنها القومي وأي توافقات بين الدول وخاصة عملية سياسية ترعاها الولايات المتحدة في العراق تذهب مع الصين هذا يعني انقلاب على الراعي والراعي لن يتماشى مع هكذا محاولات من قبل من ترعاهم الولايات المتحدة في العراق وهنا تحديدا نريد أن نشير إلى إدارة بايدن التي ترعى هذه العملية وليس الجيش الأمريكي لهذا السبب الضربة في سوريا هي رسالة مباشرة لهذه الميليشيات من مختطى الصدر الذي يحاول أن يلعب دور المعارضة المزائز الزائفة وحلفائه الآخرين في العملية السياسية اشتركوا في القناة